موسيقى أهلا وسهلا بكل مشاهد تغيير يطلب لي أن أرحب بكم وأنا ألتقيكم مجددا وبرنامج من بغداد أعزائي المشاهدين الأزمات السياسية في العراق أصبحت هوية للطبقة السياسية وهذه الأزمات الكل يتفق على أنها أصبحت أكبر من إمكانيات وقدرات القوى السياسية وبالتالي فإن عملية إيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمات في ظل هذه الطبقة التي ما زالت تحسب حساب مصالحها على حساب الوطن أصبحت قضية تحتاج أن نقف عندها وأن تقف قبلنا الطبقة السياسية لمناقشة ما يجري السنوات التي مرت كنا نعيش في أزمة سياسية وكانت لدينا جيوش من العاطلين وأكثر من 32 و 33% من الشعب العراقي بمعنى يقترب أكثر من ثلث الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر وكانت هناك ميزانيات انفجارية وكبيرة واليوم يضاف إلى الأزمة السياسية الخالقة التي ولدت جيلاً كبيراً من الفقراء أزمة اقتصادية كبيرة هذا الموضوع يمكن أناقشه في الجزء الثاني من برنامج من بغداد ولكن الأزمة الحقيقية اليوم هي أن القرار السياسي العراقي افتقر وافتقد إلى الانتماء الوطني وربطوا مصالح العراق بمصالح الآخر بمعنى أن وضعنا سلاتنا كلهم بيضاتنا كلهم في سلة واحدة وبالتالي هذا الارتماء وهذا الانتماء خارج حدود الوطن هو الذي سبب لنا هذه المشاكل فعندما تحصل مشكلة هنا ومشكلة في ذاك البلد نصبح نحن جزءاً منها وهذه قضية يعني لسنوات طويلة العراق يعاني منها ولسنوات طويلة القوى السياسية على قولتني يقول ما أخذت بالها من حقائق هذه السياسات التي وصلنا لها في هذه الحلقة وفي الجزء الأول تحديداً أريد أن أناقش مع ضيفي من بغداد السياسة الإيرانية في العراق وفي المنطقة ومدى انعكاسات هذه السياسات على العراق والأزمات التي تمر بها إيران كواحدة من الدول التي العراق لديه تبادل اقتصادي كبير معها ولديه أعوان في داخل عراق مدى تأثيرها على الداخل العراقي في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي يمر بها العراق يرافقني ضيفاً لي هذه الحلقة من بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي أهلاً وسهلاً دكتور بس شباب شوفوا لي صوت الدكتور يمكن ما واصلني إذا تسمعني دكتور يعني الأخبار حتى هذه اللحظة تقول أنه المنافسة على أهم منصب في العراق تنحصل بين الشخصيتين هو السيد مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الحالي والسيد عدنان الزرفي نائب في البرلمان وكان محافظ النجف الأبرز ما يتمتع به هذين الشخصين أنهما خارج دائرة النفوذ الإيراني المباشر إذا ما صدقت الأخبار ووصل أحدهم لمنصب رئيس الوزراء هل تعتقد أنه هناك تحولاً في أسياسة القوى السنية والشيعية على وجه الخصوص أم أنه إيران أم دور الإيراني قد انتهى أم أننا نعمل تحت عنوان فمنضطرة غير باغن أنا الصوت عدي ضعيف شباب أستاذ أحمد تسمعني أنا أسمعك واضح تفضل أستاذ أحمد السؤالك كان واضح نعم 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 الصوت واضح والسؤال كذلك واضح في حقيقة الأمر أن الأزمة في العراق هي أزمة مركبة لا تحال بتغيير الوجوه أو تغيير الشخص بقدر ما هي تتعلق بالبرنامج واليوم حتى إذا جئنا بالزرفة أو مصطفى الكاظمي في تقدير لن نستطيع أن نحقق نقلة نوعية في إدارة الأزمة في العراق لأننا بالأساس المرحلة السابقة أدت بشكل أو بآخر إلى محاصصة ووصلت إلى عمق المؤسسات أداءا وعلى مستوى التكامل في أداء المؤسسات يعني الدور الوظيف للمؤسسة بشكل أو بآخر هو مرتهن بالولاءات الحزبية وبالتالي الشخصية التي ستأتي عبر المحاصصة وعبر التوافق هل ستستطيع أن تحطن قيود هيمنة الأحزاب على المؤسسات لأننا المعضلة التي كانت في المسار السياسي أن هناك رأي عام منفعل راهنت عليه الأحزاب من أجل تسويق نفسها أرقيا طائفيا إثنيا واستطاعت بشكل أو بآخر أن تخلق نوع من الصراع بين الأحزاب وبين المؤسسات وباتت المؤسسات داجنا للأحزاب لا تؤدي دورها الوظيفة إلا وفق رؤى وتوجهات الأحزاب كيف سلوفكك هيمنة الأحزاب على المؤسسات لأننا قد نأتي برئيس وزراء يوصف أنه مستقل وهذه الشخصية التي هي مستقلة ستكون قرار هل سيكون قرارها مستقل هل ستستطيع أن تؤثر في المؤسسات لحنا لاحظنا الوزير يقف عاجز أمام مدير مكتبه والسبب لأنه مدير المكتب هو الذي يمثل مصالح الحزب في الوزارة التي باتت حكرا لهذا الحزب أو ذاك دكتور أحمد هذا السد التاريخي أو هذا الوصف الذي أنت تقول به نعم تفضل الآن هو حقيقة كل ما نعشتها لكن أنا أتحدث الآن ضمن قراءات لمرحلة تكاد أن تكون مختلفة بالمتغيرات الأقليمية والمتغيرات الدولية لذلك كان في مرحلة من المراحل من الصعب جدا أن تناقش أسماء لرئاسة الوزراء إذا لم يكن لها ولاء هذا الولاء أولا للقوى السياسية وثاني شيء ولاء أيضا للقوى أو للأقليم وبالذات لإيران الآن بدأ التفكير يختلف هل فعلا بدأ التفكير يختلف هل هناك تحول في المنهجية لا بالحقيقة هذا التفاف اتفاق نعم التفاف رح أوضح لك الشؤال الالتفاف أحنا المرحلة التي أطاحت بالمشروع السياسي في العراق هو التوافق الإيراني لأمريكي خليكم صريحين خلي نقتحم المحذور التوافق الأمريكي الإيراني الذي تجسد في ثمان سنوات في حكومة المالكي هو الذي جعل الشخصية السياسية متمردة عن رأي العام العراقي لأنه يدرك حقيقة أن عادة إنتاجه وتدويره السياسية هي ليست بيد الرأي العام العراقي عبر الانتخابات وإنما نتاجا للتوافق الأمريكي الإيراني مرحلة التوافق الأمريكي الإيراني انتهت مع عصر ترامب لذلك هم الآن يرغبون في مجيء شخصية بشكل أو بآخر هي قريبة للولايات المتحدة وأنا أطيق ضمانه أي شخصية ترشحها الأحزاب حتى لو كان يحمل الجنسية الأمريكية ما يقبل الشارع العراقي لأنه النقمة نعم وجهة لإيران لأنها دعمت الفساد ولكن أيضا بالمقابل الولايات المتحدة سكتت على الفاسدين أنت الآن خرجت من المحظور أو دخلت في المحظور عفوا يعني تيدي تقول لي أنه الآن القوى السياسية تريد أن تناغم الأمريكان في مرشح لها الآن يحظى بقبول أمريكي نعم الآن الصورة بهذا الشكل نعم يشوى اللي جابوا الأمريكان جابوا أيضا الملاك وأيضا الوجه له برسالة عبر قالاتكم الموقرة هل اللي جابوا الأمريكان نجى من ملفات الفساد ما نغمسوا إياكم من ملفات الفساد علما أنه خلفياتهم الأجلوجية هي ذات خلفية الأحزاب التي مارست الفساد وأسقطت الخيارات الإسلامية في العراق لأنه احنا عندنا جناحين جناحي الأخوان المسلمين سواء كانوا السنة بالحزب الإسلامي والشيعة بحزب الدعوة هم اللي قادوا المرحلة والآن هاي الشخصيات اللي احنا نتحدث عنها إذا ما كان مع حزب الدعوة فجاء به حزب الدعوة طيب الشون هو تسنى موقع عبر حزب الدعوة إلا إذا قدم الولاء والبراء من بقية الكيالات السياسية والولاء لحزب الدعوة حتى يستطيع أن يمارس النشاط السياسي وهذه القضية تصرف على كل الكيالات السياسية نظرية الولاء والبراء ونظرية الولاء فوق الأداء نظرية ما يؤسف إلها إيش قد يهاجمون للنظام السابق ولكن استعاروا أبشع تجربة كان يراهن عليها اللظام السابق هي أن الولاء فوق الأداء موالي إلى شخص الرئيس حتى إذا يسحق شعب كرامة شعب أو يجازف فيه مؤسساته مو مهم المهم عنده ولاء للرئيس تلسمني عبق الحرية وقلنا يا الله اجدت الديمقراطية واجدت الأحزاب الديمقراطية وجدنا أن الأحزاب الديمقراطية تتبنى ذات الخيار ولاءها إلى الحزب يجعل المؤسسة مصدر مالي ومصدر انتخابي دون الكفات إلى الدور الوظيفة للمؤسسة في خدمة الشعب هو هذا الأساس ولذلك كل الأسماء إذا تطرح ضمن هذه الدائرة محد يأخذ منصب إذا ما يفرغوا من المحتوى وإذا ما يجعلوا داج لتأمين مصالحهم وتبني رؤاهم حتى وإن كانت تتقاطع مع المصالح العليا للوطن والثوابت الوطنية والمناسبة هذه قد نختلف في تسويقها إلى الإعلام عبر المفردة لأننا نحمل دكتورات سياسة أما المواطن البسيط الأمي الذي لا يجي دكتورات أو الكتابة يدرك هذا الحقائر يدرك هذا الحقائر يدرك أنه ما من أحد دخل بوابة الكينات السياسية إلا واشتزئ شيئا كثيرا من كرامته أنا رح أستعير منك دكتور أحمد أي شخصية سياسية أو عسكرية أن تتنازل عن كرامته فمعنى ذلك أنها أعجز من أن تحمي كرامة وطن ولذلك هدرت كرامة وطن والشعب أنا رح أستعير منك كلمة التدجين وإحنا يعني كنا نتمنى أنه هذه القوى السياسية تكون داجنة في وطنها وليس داجنة خارج حدودها وقبل عدن المطيرتشي من يجيب لحمامه يربيها من الطير ترجع إلى لذلك أنا أريد أن أسأل في قراءة للأحداث أنت الآن تقول الولد يغازدون الأمريكان الآن بمرشحهم الجديد لأنه الآن رح تدخلني فيه سؤال ورح نكمل الحلقة بالمحظور طالما أنه هو مصالح شعب في قراءة لما يجري الآن هل تعتقد أنه الهلال الشيعي الذي عملت عليه إيران لسنوات طويلة وأنفقت عليه واستثمرت به سياسيا الآن بدأ يتفكك وينقلب عليهم بالذات في العراق وفي إيران وفي لبنان وحتى في الداخل الإيراني هذا الذي يحصل ما هي ملامحه المستقبلية لاحظ حتى تطيق توصيف لمحور الممانعة والمقاومة الذي تبنته إيران كنظرية كانت تبحث عن ما يطلق عليه بإيجاد توازن إقليمي وظهور قطب إقليمي هذا القطب الإقليمي يتكامل فيما بينه إقليميا على مستوى الاقتصادي والأمني والعسكري ويحقق توازن يخلق قطبية ولكنها قطبية إقليمية وليست قطبية دولية وهذه مدركة من قبل الولايات المتحدة واستفزت نظرية كارتر نظرية كارتر أو مبدأ كارتر الذي بدأ مع بداية نهاية عقد السبعينات وبداية عقد الثمانين يوم تحدث عن ذاك كارتر عن أن الخليج وما يمتلك من ثروات وتحالف أمن حلفاء وأمن طاقة يصنف جزءا من الأمن القومي الأمريكي وبالتالي للولايات المتحدة الحق في ممارسة حتى العمل العسكري دفاعا عن مجالها الحيوي وأمنها القومي هذا المحور كشعار وكتعبئة جماهيرية نجحة إلى حد الماء وإعلامية النجاح ولكن على مستوى الأدوات فشل فشل ذريعا وبالتحديد في العراق راهنت على قوة فاسدة فحصلت هناك ازدواجية الشعار نبيل الشعار نقي ولكن الأداء فيه من القبح الشيء الكثير فلذلك أوجدت نقمة جماهيرية استثمرت الولايات المتحدة النقمة الجماهيرية في الإطاحة في حلفاء إيران وفي تقطيع أوصال محور الممانعة والمقاومة والدليل في ذلك انهيار الحكومة في لبنان بسبب الفساد انهيار الوضع السياسي في العراق بسبب الفساد طيب إذا كان أنا شخصية ده أدعمها هذه تساؤلات فرضيات عفوية عند الرأي العام العراقي أنت تحمل شعار ديني ذات قيم سامية ونبيلة وتجي تستخدم أدوات تتنافى والمشروع اللي تطرحها بمعنى صار عندك تقاطع بين النظرية وبين التطبيق بين الشعار وبين المشروع لماذا الإصرار على الفاسدين؟ حذرنا مرارا وتكرارا وقلنا أنه أنتوا يا الإسلاميين شعاركم رائع وكنا ما بينواحد مؤسلامي حتى أنت إسلامي فليش تروحون باتجاه دعم الفساد والمفسدين؟ ما نجد إجابة ووصلنا إلى حقيقة أنه الشعار الغاية منه التسويق أما المشروع فهو جاء ليعزز لذرية تضخيم وتعظيم الفساد في هذه المنطقة فلذلك نهار قطعت أوصاله وإلا شخص فاسد ليش عيد تجد؟ ده استفز الرأي العام وإنت تقول أني عندي مواجهة إرادة قولية أنا دا أتحدث عن سياسات الآن جربتها إيران في الاستثمار في منطقة الهلال الشيعي ولدينا قوى سياسية ما أعرف ما زالت متمسكة أم أنه الآن أخذت خياراتها بأن تكون مستقلة أنا أبحث أنه بعد هذا الانهيار هل إيران كانت تتوقع نتيجة لسياساتها أنه الانقلاب عليها يأتي من داخل هذا الهلال وقد أتى فعلا من داخل إيران هذا انعكاسات ملامح المستقبلية في رسم سياسة في المنطقة إلى أين ممكن أن تتجه الأمور؟ ما هي الاحتمالية بالاستراتيجيات المقبلة؟ شوف مستقبلاً أحنا أكو خيارات تم تبنيها هي الرهان على صبر الشعوب وقدرة تحملها إيماناً بأيدلوجيات مع تقادم الزمن مع عدت هذه الأيدلوجيات قادرة على التفسد للإجيال وما يؤسف إليه أنه النظرية التي تبناها إبو الخلدون في مسألة أعمار الدول وأسباب ودواعي زوالها لم تأخذ بنظر الاعتبار من قبل إيران ولو تلاحظ مرحلة التفكك بدأت بعد أربعين سنة وهي هذه العقودة التي تحدث عنها أبن خلدون قال أنه الدول تنشأ فتية ثم تصل إلى عمر العطاء وبعدها تبدأ بالكهولة والانهيار والكهولة والانهيار هي عمر الجيل كامل والأربعين سنة ظهرت أجيال لا تقتنع بالأيدلوجيات بدأت تنفتح مع ثورة المعلوماتية وثورة التقنية بدأت تنفتح على مجتمعات أخرى مرفهة وإنت تيجي تضغط عليها تقول لأنا لدي أخلق مجتمع معاناة من أجل أن أرتقي بك معنويا وهو يرى أن هناك قبالة مجتمعات راقية أخلاقيا ومزدهرة ومرفهة اجتماعيا فما الضير أن يستعير التجربة لذلك حصل تمرد على الأيدلوجيات هذه القضية بالمناسبة لن تطيح فقط في إيران ستطيح بكل دولة أيدلوجية ولربما تتمدد حتى على دول الخليج لن تصمد أي دولة شمولية أي حزن شمولي أو دولة شمولية أو دولة تقليدية نستذكر ما حصل في روسيا أيام الحرب الباردة وسقوط الكتلة الشيوعية لأن هذه الدول كانت سياساتها مبنية على أيدلوجيات على أيدلوجيات ثبت فشلها الآن إيران كربت نفس التجربة ومتالي فشلت بهذا دكتور خليكوا إياه أيضا ينضم إليه بهذه الساعة الدكتور أسلام سبيسهم الخبير الاقتصادي أهلاً وأسلام دكتور السلام عليكم حياك الله وخيات دكتور أحمد الشريفي دكتور أحمد الشريفي ويانا وكنا نتناقش يعني أنا الشباب دكتور أنت أيضا خليكوا إياه لما تبقى من البرنامج مشاهد الكرام أنا في المقدمة كنت أتحدث عن الأزمة الاقتصادية في العراق وبوادر هذه الأزمة يبدو أن المهتمين والمختصين ينبئوننا بأن مخاطر قادمة السيدة السلام اليوم كانت لديها رؤية وستكون ضيفي بهذا البرنامج فيما تبقى من هذا البرنامج لكن مشاهد الكرام خلن نستمع إلى هذا التقرير ونعود إلى الحوار مع ضيوف الكرام دك ناقوس الخطر فعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقها خبراء اقتصاد حول الأزمة المرتقبة للاقتصاد العراقي في حال عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة إلا أن الحكومة العراقية اكتفت بإطلاق التطمينات والتصريحات بأن واقع الاقتصاد العراقي جيد وها هي اليوم بوادر أزمة جديدة تدق أبواب الاقتصاد العراقي فمع انحدار السعار النفط العالمية إلى مستويات باتت تنذر بالخطر دون شك ومعها النفط العراقي بات من المستحيل على العراق أي سد العجز الهائل في موازنته الاتحادية نهيك عن إمكانيته تزديد رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة النائب جمال كوجر أكد أن خسارة النفط لدولار واحد هي بمثابة خسارة مليار ونصف المليار دينار للعراق مشيرا إلى أن الأمل الوحي لتجاوز الكارثة هو اختفاء فيروس كورونا وعودة أسعار النفط لطبيعتها وهذا ما نفته اللجنة المالية البرلمانية على لسان عضوها أحمد حمى رشيد الذي أكد أن الاقتصاد العراقي المعتمد على ريع النفط بات على شفى الهاوية ومع خسارة 20 دولار من أسعار النفط العالمية بات العراق خسرا لقرابة 20 مليار دولار ولا يستطيع الإيفاء بالتزاماته مؤكدا أن رواتب الموظفين والمتقاعدين خطا أحمرا فما هو الضامن لاستمرار دفعها من جانبها أكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم أن وضع البلاد خطير جدا وهناك خلل في قانون الإدارة المالية الحالي حيث أن وضع مستوى 56 دولار لكل برميل في الموازنة هو كارثة بحد ذاته إذ أنه كلف الدولة عجزا مخطط بلغ 51 مليار دولار مع كل هذا وذاك يبقى الأمل في انتعاش الاقتصاد العراقي موجود وعودته إلى حالته المعهودة في حال تم اتخاذ تدابير لازمة وصارمة في تقليص النفقات والحد من الصرف غير المبرر والقضاء على الفساد وفسح المجال أمام القطاع الخاص من أجل البناء وجلب الاستثمار الأجنبي أهلا بكم مجرد مشاهد الكرام مشاهد الكرام إحنا اليوم راح نقضي لقاء أنا والدكتورة كنواقفين بالستوديو أريد نختلف عن العملية السياسية أريد نخرج من النطاق المالوف أرحب من جديد بالخبير الاقتصادي دكتورة سلام سميسن أشكر جهودك في إعلاء الحق والكلمة الصادقة ربي سلمتش اليوم أنت قربت الدنيا بهاي القضية مالتشمال هذا المقال المقتضب وحقيقة قبل أن أدخل بتفصيلات هذا اللقاء اليوم أكو أزمة اقتصادية لذلك هذه الأزمة الاقتصادية أريد أن أسأل ما هي طبيعتها واتجاهاتها التي يمر بها العالم والعراق وما مدى ممكن أن تتفاقم مستقبلا إحنا هسا خلينا نفصل وضع العراق وضع العراق هسا الآن يعني اقتصاديا إحنا بجانبين الجانب الأول اللي كلنا عرفه أنا وأنت والناس كلها أن الاقتصاد اقتصاد رائعي يعتمد على شي واحد ومرهون بالنفوط 97% من الموازنة يموّلها النفوط نصدر نفوط نجيب الفلوس نطيها رواتب ما عدنا كل شيء قتلنا الصناعة قتلنا الزراعة مقابل أنه نقوي الصناعة والزراعة للدول المجاورة وبالتالي حاربنا كل منتوجنا وقتلنا القواعد المادية للإقتصاد هذا الجانب الأول الجانب الثاني اللي هو الكارثة بنظري يعني أنا وجوزة بالغ بل كتواحد يصلح لي من المشاهدين أو جنابك بعد إنه حكومة تصريف أعماله وأبو ديوان الرقابة المالية مطلعي على التقاعد ولحد الآن موازنة ما مقرن الفلوس وين دا تنصرف وشلون دا تنصرف بالعراق هذه قضية مهمة من يحاسب طيب أنتو البرلماني طيب أنتو البرلماني ومع ذلك قيس الآن إحنا على مشارف الشهر الرابع من سنة 2020 ومع ذلك لحد الآن ليست لدينا موازنة نصرف واحد على 12 طيب من الموازنة من الموازنة هاي قانون الإدارة المالية واحد على 12 فلوس تأخذها للضروريات تدفع إجور يومية تدفع رواتب لكنكو عدنا قضية عدنا كورونا مشتاح البلد وأكو خلية أزمة زين مين دا يصرفونها تخصيصات وزارة الصحة من يين لا مقصي السهيل قال يا بترها يكلها كلاوات يعني الرجل صدق بالقول لكن خليني أتوقف عد قول إليتش اليوم أنتي أنه البنك المركزي أنفق 250 مليون دولار للسيطرة على سواق العملات ومنع انهيار الدينار العراقي يعني أنتت تبشرين بانهيار بالدينار العراقي نتيجة هاي الأزمة إذا ماكو مقابيلة الدينار ينهار مثل الحصار مما كان مقابيلة أكو شيء أو خزين ما العملة ينهار أنت شون البنك المركزي شون يصدر عملة يصدر عملة وذا يبيع نفط وينطوه من الدي أف آي فلوس النفط مقابيل هذا الدولار ومقابيل اعتماداتنا الكبيرة ومشاركتنا بصندوق النقد الدولي نقول بكردت الدولة العراقية يعني أنه أنت بالعراق وعندك ثروات وعندك كده وربع قيمة هذا الشيء تنطي نقد سائل تصدر عملة لكن لما يخلص خزينك شنو المقابل اللي عندك اللي يغطي العملة لتصدرها؟ ما عندك شيء ما عندك شيء تذهب دحوة المجهول نحو المجهول يصدر مثل الحصار ده أن يسقط الدينار البنك المركزي في حالة مثل حالات العراق الآن اللي هو مهدد يكون يعني أمام خيارين كل واحد أمر من الثاني يأما يسقط ويخلي الدينار ينهار ويأما شي سوي يضخ دولار بالسوق حتى يحافظ على مستوى الاستقرار وليش قد ممكن أن يبقى يضخ؟ هي هنا أنا القضية يعني رح يستنفذ الاحتياط كل للشارع أحسنت أستنفذ والولد أيدي دولار يجي بالشارع يصدره برا ثم لا يخفى عليك وانوا ياك عراقيين وعايشين لما نصير حالة هلع عند المواطنين وما يعرفون ويسمعون أخبار انهيار النفط رح يصير إقبال على الدولار لأن بعد ما يتقوم بالدينار العملة البديلة صير الدولار فشي صير يعلى سعره مقابل انهيار سعر الدينار وهنا هذا الخطر الأكبر من أن يحدث تضخم نقدي يضرب الاقتصاد العراقي فوق ما هو مضروب زيان أنا قبل أن أنتقل للدكتور أحمد إلى بغداد مرة أخرى رح أقول لك أنه شلون رح يتم تأمين النفقات الثابت أو النفقات المطلوبة في الرواتب الديون الخارجية جولة التراخيص النفطية وخصوصا هذه تبلغ بحدود 80 مليار دولار والسيد الرئيس الله يحفظه ويطول عمره الحالي أضاف إلها 10 مليار بالدرجات الخاصة اللي أحتيت عليها وامتصاص النقمة بتاعين أو عقود وذولة رح يطلعوهم أنا ما أعرف شلون رح تتأمن قدك ثابت 80 مليار دولار من رح تجيب رواتب؟ هل نضيف لها فتشي الإيرادات بهذا الانخفاض من سعر النفوط من خلال يومين نزلت مقدارها من 78 مليار إلى 45 مليار زي نحن شون رح نجيب الفلوس الباقية هل سيقللون من رواتب الدرجات الخاصة؟ هل سيقللون من هذه المزايا؟ هل سيعيدون النظر بكمية الإيرادات العامة اللي ممكن أن تتأتى من خلال المنافذ ومن خلال عقارات الدولة اللي ساكنين بها بلوشي المسؤولين؟ دكتورة أنت أنا أحترم آرائش ذني كلهن اللي سويت التحجينهن الآن ما يساوي نجيب من 3-4 مليار بالكثير إذا الولد حتى بطلوا هذا أنا أتحدث عن 80 مليار أنا أتحدث عن متقاعدين أنا أتحدث عن رواتب موظفين خليني أنتقل مرة أخرى إلى الدكتور أحمد الشريفي دكتور كنت تستمع إلى السيدة الخبيرة الاقتصادية بهذا نحن ما رضى بجزة رضى بجزة وخروف كنا قابلين بالأزمة السياسية اليوم لدينا أزمة اقتصادية ولدينا صراع داخلي ولدينا انعكاس لصراعات أقليمية ودولية بالعراق هذه الجدلية هل القوى السياسية قادرة أن تتحكم بأطرافها؟ هل تستطيع القوى السياسية فعلا أن تعبر هذه الأزمة الاقتصادية؟ إلى ماذا تشير النتائج المستقبلية دكتور؟ نعم نحن بالحقيقة عندنا أزمة في إدارة الأزمة والسبب هناك خلل في وعي صانع القرار السياسي رح أضرب لك مثل يوم كانت هناك وفرة مالية والدكتورة متخصصة في الاقتصاد دائما الدول تستخدم الوفرة المالية للتأسيس الاقتصاد قوي خشية من الندرة المالية حتى إذا حصل هبوط على سبيل المثال في الاقتصاد تكون هي قد سبقت النظر في الأحداث فهيئت حصانة استراتيجية في إدارة الممارد الاقتصادية للتحسب والتهيئ لأي ظرف طارئ نحن وقت الندرة المالية بددنا الأموال بسفح غير مسبوق ولا حققنا بنى تحتية ولا مرتكزات اقتصادية من جاءت الندرة المالية وجدنا نفسنا أننا أمام فراغ هذا في البعد الاقتصادي في البعد العسكري يوم طالبوا الولايات المتحدة بالمغادرة قلنا كنا إحنا يعني شخصيا ضاب الطيارة أتمنى أن تكون سيادتنا ممسوكة بيد العراق بكل جوانبها ولكن كنا في مرحلة حساسة قلنا لا تتنازلوا بشكل كامل لأنه إحنا قدرة الردع الوطني غير متاحة من اجتاحنا داعش كلفتنا الحرب بحدود 150 مليار كنفقات و100 مليار استحقاق لعادة العمار 32 مليار المعدات العسكرية التي سقطت بيد داعش لا فقط أوضح لقضية احنا منواجهنا داعش اضطررنا إلى الالتزام بما يطلق عليه بالرولز أوف انجيجمنت قواعد الاشتباك قواعد الاشتباك شا تقول تقول أنه في حروب الجبهات الداخلية يجب أن تتقيد الجيوش في ثلاث مفاصل عدم سقوط ضحايا مدنيين عدم تدمير بنا تحتية عدم خلق حالة رعب وذعر وهلع للمدنيين طيب فاحتجنا شنو نظرية الجيوش الذكية الجيوش الذكية لا تعتمد على الكم وإنما تعتمد على النوع وعلى البعد التقني فمن استعاران التقنية استعارانها من الخارج لأننا لم يكنت قدراتنا الوطنية مهيئة لأن تقود حروب ضمن إطار الجيوش الذكية فكانت الكلف للتسليح باهضة الكلفة لععادة التحرير نعم فأحنا بهذا قرارنا اللي طلعنا الأمريكان وجدنا نفسنا أننا أدخلنا البلد في ضائقة مالية في خسارة مالية 250 مليار أنه جينا بعد هذه الأزمة ما انتفعنا من الدروس المستنبطة من المعركة سلنا سلتين وقالوا يلا خلي طلعونا الأمريكان مرة أخرى ردون يكررون التجربة حتى هنفد بنتين وخمسين مليار أخرى أو حتى ينهار الاقتصاد العراق وتتفكك الدولة العراق أنا أشكرك من الذي يصنع قرار بهذا المستوى المتدني من الوعي أنا أنتقل مرة أخرى إلى وين الإرادة الوطنية اللي أنا اللي المفروض تتحرك يعني ما الرأي العام أنت مصدر السلطات أرجع لك لا تبقي لي في ساحة التظاهر فقط أرجع لك دكتور فيما تبقى من الوقت يعني أكو رقم أشار إلى أنه في خروج الأمريكان وتولد الفراغ الأمني العراق خسر 250 مليار دولار شوف المليار بالعراق أيضا التقارير التي أكو قضية أخرى إحنا علينا رسوم إذا سحبوا الأمريكان لازم ننطيها وترامب طالب بهذه الرسوم قالهم تنطوني نفقات ورسوم القواعد اللي أنشأتها ورسوم بقاء اللي أنا حتى لا أبدو أنه أنا من المروجين لبقاء الأمريكان لكن أنا أتعامل معلومة الأرقام هاي ميثين وخمسين مثل ما تفضل الدكتور قال أنا طيار وأريد سياتي على أرض لكنه هذا اتفاق دولي حتى لو ليش أولي قانون الدولي يعني أنا أعني مناطق الفراغات التي تخلقها القوة السياسية بطريقة شيطانية هاي ميتين وخمسين ميتين وثلاثة وستين مليار دولار أهدرت بمشاريع وهمية وهمية ذن الرقمين خمسمائة مليار دولار لو ما الولد بايدينهن وما أخذينهن مو هستنقدر نتجاوز أزمة أصلاً ما توصل إلى مرحلة الأزمة ما توصل لمرحلة الأزمة لأنه أنت محصن نفسك أنت محصن نفسك محصن اقتصادك بحيث تجري الحياة نزل النفط صعد النفط أنت ما خايف من هذا الشيء لكنه أنا أخشى الآن أنه حتى الاحتياطي قد يكون ممسوس الاحتياطي اللي في البنك المركزي وإلا إحنا ما نريد نرجع التاريخ لي ورا له واش طلعوا دكتور سينان الشبيبي لأنه رفض أن يدع السلطة التنفيذية يعني يعني هسا خلينا يشوفوا إش هذا التصريح لأحد البرلمانيين نعم في حلقة جمعات نوية حتى تشوفين أنه البناء على التساريخ شباب انطوني هذا التصريح قلت لك أكون مساري مسار أنه ناس مؤمنة بأن الوزارة المستقلة يجب أن تكون مستقلة لأن الانتخابات إذا ما كانت الوزارة المستقلة ما تصري انتخابات المستقلة اثنين انتهى البلد انتهى يعني بعد أربع خمسة شهور تعرف الحكومات السابقة شمسوا يا سيد نجم حتى مقرضة من البنوغ الأهلية مقرضة مبالغ من البنوغ لحتى تمشي الموازنة ووصل حدا وصل حدا انه قرضوا من صندوق التقاعد اللي هي أمانة للمواطن في الدولة العراقية قرضوا من هذا وبدوا يمولون الموازنة بدوا يمولون المشاريع ثم هذه المشاريع تروح إلى جوب فاسدين حسانة ما أعرف من هم الفاسدين هي الكل يتحدث عن الفاسدين لكن وسط الأمور على تصريح نائب بالبرلمان العراقي يقول أخذوا حتى مبالغ اللي موجودة في صندوق المتقاعدين محتمل جدا محتمل جدا محتمل جدا لأنه هناك مسألة أنا يعني ما أدري أريد أطرحها وهي هو تساء ليش رئيس هاي التقاعد ما يتبدل دلل لا اشتغل زيان لا خوشوليات راضي علي أمك أي لا عشتردي شمزة على جديد هذه وعدنا التقاعد طيب ليش هدني المؤسستين متاخذ هذا الفلوس يعني هي متستقطعها تعمل بها مثل البنك مثل مصرف القاصر أنا سألت المدير التقاعد قال عدنا مشاريع وعدنا استثمارات وإنها بدر عنها هسنا شمدل لنا يمي شمدل لها بس أقول لي قضية كلما تكون هناك أزمة تتضح لنا أشياء مرات يعني ما دري نبتشي ما دري نضحك الآن تصريح يقول كل نزول بالنفط لدولار واحد مليار دولار يخسر العراق شوفي وهذا نائب اللي صرح كل نقص بأسعار النفط بمقدار دولار نخسر مليار الآن النفط مزا العشرين خسارته عشرين مليار هذا يودينا إلى سؤال من كانت ترتفع أسعار النفط وين تروح 30 و40 دولار وأكثر وأقل وين الفلوس أكو شيء آخر أيضا عدل ارتفاع مدور الموازنة لكل سنة وين يروح وليش ما يطلعون وليش ما يطلعون حسابات ختامية وينها دائرة الرقابة المالية بس يروحون إفادات الهونج كونج وهولندا والمانيا ومعرفين وممنوع ندخل عدهم وينطلون دورات ليش ما يطلعون هذا الشيء بس هما كل واحد يشتغل طمطم لي وطمطم لك حسا زمن الطمطم لي وطمطم لك انتهى يعني يبدول الآن الرقابة المالية بعتها تملك الأسرار ومتطلعها الآن الكل في مواجهة يعني مواجهة شعب حقيقي ولذلك أنا السؤال أيضا اللي أيضا يبدولي بي فساد كبير وفق أي أسس أو أي معايير أو أي منهجية أو أي علمية يتم التقدير أو التخمين لأسعار النفط للموازنات المقبلة بالضبط اليوم وزارة النفط طلعت تصريح قالت إحنا متحسبين لهذا الانخفاض بشرفك هذا حكي؟ متحسبين لهذا الانخفاض؟ مستحيل مستحيل أنا من الناس اللي متتبعة كباحث اقتصادي من الترندات اللي انتشرت بتويتر قبل ثلاثة أيامه باللغة الإنجليزية كانت إعازات للسعودية أن تنزل الانتاج بدرجة كبيرة بعد فشل اتفاقها مع الأوبك إشلون انتو جنتو تدرون هذا الشي؟ زيل شلو طبيعة الخلاف الأوبك مع روسيا وليش السعودية لزلت وما وصلت إلى نتيجة بعدين الآن السعودية تتضغط 10 مليون برميل ضغط على روسيا لكي تتراجع عن مواقفها في الشرق الأوسط وأولها موقفها في سوريا وفعلا اليوم طلعت تصريحين روسيا أول واحد منهم كان أنه إحنا نقبل بتغيير النظام السياسي في سوريا بس مو إلا يكون بقتل وإنما تغيير عادي وهذا تراجع كبير لكن أكو شيء آخر مقاليد اللعبة كلها لازم تتغير في الشرق الأوسط بما فيها إيران بما فيها العراق ولن يكون ذلك إلا من خلال ضرب النفط دكتور أحمد أرجع إلك من جديد وفي ظوء المعطيات التي كنا أنا والدكتورة نتحدث به هل تجد أن القوى السياسية الآن في ظل الأزمة الاقتصادية الخالقة والتي مؤشراتها الآن بدأت على الأرض ستجد نفسها مرغمة على إيجاد حلول على أقل تقدير في إيجاد رئيس وزراء مكلف يستطيع أن يدير السياسة المالية والنقدية ما أريد أن رئيس وزراء يطلع محلل سياسي لو يفسر أنه الأحلام هل تعتقد أن القوى السياسية ممكن أن تتحمل مسؤولية من هذا النوع لا بالحقيقة أن في جملة وتفصيل أن تمتلك الكيلات السياسية قدرة معالجة الأزمة التي صلعتها بسبب الفساد وسوء الإدارة والجواب دقيق العجز واضح فشل البرلمان في أداء دوره الوظيفي في إيجاد البديل ثم تحول القضية إلى السلطة التنفيذية وفشل السلطة التنفيذية في إيجاد البديل سواء كان شخصا أو برنامجا يدلل على انهيار المنتظم السياسي فضلا عن عدم التوافق لماذا عدم التوافق؟ إدراكا منهم أن مرحلة الانهيار قد حصلت وأمام استحقاق فتح الملفات إذا فتحت ملفات الفساد وملفات الإرهاب لن تبقى لهم باقية لا الحواش ولا الزعامات لأن الزعامة التي أصرت طيلة 16 سنة على رفضها بثلاث احتمالات لا رابعة لها الفاسد الأفسد الأكثر وفساداً بس فقط أريد أعرف ما هي قدسية الفاسد عند المنتظم السياسي؟ ليش حتى البعض منه يطرد من كيان سياسي يتلطف ويجيب فلوس أنا جاوبك لأنه يجيب فلوس قدسيته تأتي أنه هو حرامي مضبوط مترب صاح على طريقة السرقة البروفيشنال يعني هذه مفاهيم الدولة الحديثة الدولة المتخصصة البروفيشنال اللي الدول المتقدمة تبحث عنه هو اللي في مجال تخصصه يضع الخبرة والمهارة والتخصص في خدمة المصلحة العامة للدولة احنا الخبرة والمهارة في السرقة في خدمة الأحزاب هي هاي العلة لذلك يجب أن يكون في العراق تغييراً جذرياً وشاملاً بأسرع وقت وإلا احنا على شفا حفرة قد ينهار بها البلد ويتفكك الوطن ولا ربما لا نستبعد حتى خيارات الانفصال لأنه لا الاقليم يصبر ولا المناطق السنية تصبر لأن المناطق السنية تقول لك خلاص أنت الآن الطالب بخروج الامريكان وأنا ما عندي عنصر وطمئنان يطيني ضمان على أن لا تعود داعش الضمانة الوحيدة لعدم عودة داعش هو التحالف الدولي والولايات المتحدة قد تريد أن تطلعهم بمعنى أن تدى تخليق ظهري لذلك أنا عندي استعداد علام فصل ويكونون أن ذاك انطالبوا مبرراً لغياب المشروع الوطني الجامع للمصلحة والثابت الوطني لذلك يجب أن نغير في أسرع وقت وإلا الظرف والوقت عجلة الوقت ذات السوقلة وما أنا الأوان أنه جامل هذه الشخصية أو تلك فشلتم وأقررتهم وبالمناسبة معظمهم طلعوا على غسال الإعلام اعترفوا بفشلهم ولكن الدور الوظيفي في الارتباطات الإقليمية والدولية لن يسبح لهم بذلك ولذلك عادوا التاج لفسهم مرة أخرى نعم برغم قناعتهم إحباطهم من الداخل يقول أنه إحنا فاشلين من قدر نكون قادة ولكن هلاك من يرغب إقليمياً ودولياً في صناعة قادة يفرضوا على الرأي العام العراقي ويتحكموا في ظاهر السياسي وفي البسار الاقتصادي في العراق نعم دكتور دكتور أرجع إليك مرة ثانية يعني أستعير هذا القول من دكتور أحمد نعم أنه إحنا في سباق مع الزمن نعم الآن إذا ذكرنا أنا ويادي رأس المال الأجنبي غائب الأموال المحلية هاربة الموجود بالداخل الولد يبقونه الآن كيف يمكن أن نجد علول آنية وسريعة لمعالجة الأزمة التي تبشرون على أنها خانقة هل سنلجأ إلى الاقتراض هل سنذهب إلى الاحتياط النقدي هل سنقلل من الرواتب هل سيتم طرد كل الذين تم تعينهم على العقد أو على الملاك وقطع مرتباتهم من الحلول السريعة والله ما أعرف أنا بتصوري متواضع أنه المنظومة الفكرية التي تدير الاقتصاد العراقي كلها يجب أن ينعى بها لا مهي تصنع قرار يعني أنا عندي ناس الآن تصنع قرار هي جرة البلد للتهلكة لازم نجيب عقول جديدة هاي أولا ثانيا الآن رأسا على هذا نبدي بتعفعي القانون استثمار صحيح بحيث أستجلب شركات أجنبية أستجلب شركات وطنية تستثمر الشغل هذه العمالة أفعل معها قانون الضمان الاجتماعي اللي أضمن تقاعدهم أولا راح أضمن التخلص من البطالة ثانيا تحريك الاقتصاد ثالثا ننتاج قاعدة مادية للاقتصاد أنعش البلد شوية أنا هسا مثل دكتورة مثل واحد جابولتش يا مصيوب هاستثمرات يتدعج بعد الدخل لصالة العمليات لا تحرك لازم هسا الآن ننزف هذه المشاريع الاستراتيجية الآن ما تقدر تلحق ممكن تلحق ممكن تلحق بعض الشيء ممكن يلحق لكنه أنا مو أجيب لشركات نفطية وتعاقدوها على جولات تراخيص أنه أنا أنطيها فلوس وخليها تشترط علي ممنوعة شغل عراقيين الآن هناك الآن يعني تلو تدري هناك منح أوروبية وأكو مشاريع أجنبية تريد تجي لكنه مدى تجي بسبب الإدارة السيئة للبلد بس تتبدل هاي الإدارة بيوم ولولة تجي هي بس لو شغلت لي فات 500 ألف شاب إحنا أنعشنا الاقتصاد زياد نذهب الآن باتجاه الخصخصة للقطاعات هو وقته ايش عندك تخصخصة ايش عندك تبيع له منقاب من يريده فصخه معامل وزارة الصناعة وباعوها وفصخه ومصفد بيجي وباعوه وإلا ما تشوف يطرحون فلوس على الوزارات ويشتروها يعني لا تخلينا نحكي بالأسماء وإحنا اليوم نريد نسول فنريد ليش لأنه هو على قولته يقول هو عنده بس الراتب واليوم الراتب الناس هم تخاف لذلك إحنا ما ريد نخوف الناس لكن نريد أن ينبه أصحاب القرار أنه الناس قلقة أو نتمنى منكم يا لجنة مالية بالبرلمان يا وزارة المالية يعني من موقع أدنى ذولة إحنا الفقرة اتطلعون ويانا حتى الشعب يعرف هاي الخبزة مالت الناس مالت الوادم اللي أكلتوها وانتخمتوا بيها ولكن شو راح يشوفون الله سبحانه وتعالى اش راح يسوي بيكم كل خبزة ليتيم وفقير وموظف بسيط أكلتوها اليوم الشعب راح يتحاسب عليها وشو هداء الإرهاب وشو هداء الانتفاضة هذه هذولة كلهم دمهم متصور ما إلى حوبة لا والله إلى حوبة وكل من سوى هذا أقسم لكم بذات الله ولو أنتم ما تخافوا لا من الله ولا من فقراء لكنه الله سينتقم دكتور في كلمة أخيرة قبل أن أختم نعم بالحقيقة وجه رسالة للحركات الإسلامية علقنا عليكم آمال كثيرة ولكن في نهاية المطافة أقول كلمة كنا نراهن عليكم أن تنقذوا البلد ولكن ما يؤسف إليه حتى نظريا إذا تتحدثون بثورة الحسين فإذا كان شمرو يزيد قد قتل الحسين جسد أنتم قتلتم الحسين القضية فعليكم أن تغادروا غير مأسوف عليكم وأما حواشيكم العفلة الفازة القذرة التي استباحت المال العام واستباحت كرامة كل شريف بالعراق سوف تحاسب حسابا عسيرا وما يؤسف إليه ونأسف إليه أنه في يوم من الأيام وضعنا ثقتنا بكم آلي أشكرك يعني على هذه الصراحة دكتورة أيضا لأنه إحنا لم يبقوا لنا خطابا سوى خطاب الآلام والوجع الذي يعيش في دواخلنا أسمع من نجح دكتورة مالتي كانت في الاقتصاد الإسلامي فرح أقول فتشي للي يتسترون في الإسلام الإسلام لا يرفضك غنيا ولكنه يحاسبك فيما لو كان هناك فقير في المجتمع فكيف بكم وقد أفقرتم 35 مليون أنا أشكرتش دكتورة سلام أسمي أسمي الخبر الإقصادية يعني إحنا مرات تخنقنا العبرة لأنه إنه غبك لب المرصاد دكتور أحمد الشريفي الخبير الأمني والاستراتيجي شكرا لك من بغداد وشكرا لك دكتورة وقبل أن أختم أقول لعنة الله على كل سراق العراق لعنة الله على كل من سرق من ميزانية هؤلاء الفقراء نتوسم خيرا بهذا الشعب باتشر بنفس التوقيت بإذنه تعالى ألتقيكم تقبلوا تحياتي ترجمة نانسي قنقر